موسيقى موسيقى السيدات والسادة أهلا بكم ما زالت الملفات النيابية هي العنوان الأبرز للمرحلة الحالية تشكيل لجان ومشاورات لاختيار الحكومة في ماراثون يبدو أنه سيطول من هنا فأنا نستمر في حلقة الليلة في نقاشنا مع السادة النواب حول مستجدات العمل النيابي ما هو الجديد؟ هل بدأت المشاورات وهل حسمت؟ هل حسمت الكتل مواقفها أم لا؟ لمواصلة الحديث اسمحنا أن نرحب بأصحاب السعادة المهندس يوسف القرنة والأستاذ علي الخليلة والأستاذ بسام المناصير أهلا بكم أصحاب السعادة النواب شرف تمونا الليلة أهلا وسهلا أبو أحمد رح أبدأ منك حقيقة اليوم كنتم ثاني كتلة شفت رئيس الديواني الملكي ويعني أعطيته على ما يبدو قائمة بالمواصفات والبرامج والتحديات أسمع ماذا حدث في اللقاء منك وماذا قدمتم لرئيس الديواني الملكي كتلة الجمعة ديمقراطي شكرا أستاذ محمد بالحقيقة نحن اليوم كان لنا لقاء مع دولة رئيس الديواني الملكي بالساعة الرابعة عصرا تقدمنا نحن بورقة أولى فيها مواصفات ومعايير لرئيس الحكومة القادم وتقدمنا بورقة أخرى فيها شرح عن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع حلول لهذه التحديات من وجهة نظر كتلة تجمع ديمقراطي الإصلاح وتحدثنا مطولا أيضا بإسهاب عندما بدأ رئيس الديواني الملكي بأن جلالة الملك يرسل تحياته لنا وشرح ثوابت الخطاب جلالة الملك والثوابت الوطنية التي يرتعونها الإصلاح القادم ومن ثم تقدمنا نحن قدمت له الأوراق التي بحوزتنا والتي تتلخص في الحقيقة بأننا نريد رئيس وزراء له تصور واضح عن قانوني الأحزاب والانتخاب وأولوية لقانون الانتخاب والأحزاب وعنده تصور واضح للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي يتوافق مع رؤانا ككتلة واقترحنا أيضا أن يكون هناك رئيس يحمل الملف السياسي ونائب لرئيس وزراء يحمل الملف الاقتصادي إن كان عنده حلول لهذه الأزمة الاقتصادية التي نعيشها أو بالعكس ومن ثم أيضا طلبنا أن يكون لدى الرئيس القادم تصور لمكافحة الفساد تصور عملي لمكافحة الفساد وبرنامج لذلك تعهد منه بعدم رفع أسعار المواد الأسسية والمحروقات والكهرباء على ذوي الدخل المحدود والفقراء في بلدنا وهنا أتحدث عن الشرائح عدم المساس بالفقر والذوي الدخل المحدود أيضا نريد أن نسمع من رئيس الوزراء القادم في قادم الأيام عن رؤياه لعادة الهيبة للدولة الأردنية عن رؤياه كيف يمكن أن تكون لديه الولاية العامة عن رؤياه للتعامل بسوية وبوضوح مع السلطة التشريعية دون من محاولة للتغول على السلطة التشريعية هذا بعض ملامح ما تقدمتم به اليوم لرئيس طيب أستاذ علي ثاني كتلة تلتقى الجمعة قبلها كتلة وطنة أيضا لم تطرح اسما تقدمت بمجموعة مواصفات وعدت الكرة إلى ملعب الديوان الملكي وتركت الخيار للملك باختيار اسم رئيس الوزراء القادم كيف تقرؤون أول يوم في المشاورات في كتلة المستقبل يا سيدي نحن في كتلة المستقبل بعد أن أعلن الأخوة في كتلة وطن وكتلة التجمع الديمقراطي رأيهم وهذا حقهم نحن في كتلة المستقبل نسعى إلى اتلاف وطني واتحاد واتفاق مع باقي الكتل اللي هي خمسة الوفاق والوسط الإسلامي الوعد الحر النهج الجديد والاتحاد الوطني خمس كتل لأنيابية نعم نحن نسعى بالإضافة إلى كتلة المستقبل اللي أنا أتشرف أكون أحد أعضاها إلى اتلاف قوي نشكل الحكومة الكرة الآن في ملعب مجلس النواب جلالة الملك هو صاحب الحق الدستوري باختيار رئيس الوزراء وأيقالته وضع هذا الحق وتنازل عن جزء من حق جلالة الملك لأبناء الوطن اللي هم ممثلين للشعب الأردني على أن يشكلوا حكومة وتكون هذه الحكومة حكومة أغلبية في مجلس النواب ويكون هناك حكومة ضل كما جاء في خطاب العرش وتفضل جلالة الملك فيه وتحدث إلى الشعب الأردني وإلى مجلس النواب وهذا الاعتلاف يكون يعني منه ممكن يكون رئيس الوزراء منه وباقي الوزراء وممكن أن نستعين بوزراء من خارج مجلس النواب وليس بالضرورة أن يكون رئيس الوزراء من نفس هذا الاعتلاف ممكن نختار شخص مقبول تحدث أخي أبو أحمد عن مواصفات أو تفاصيل أخرى عن الوضع القادم نترك هذا الأمر لاشتراطنا لهذا الشخص يعني رئيس الوزراء إذا كان من خارج مجلس النواب نحن نتفق معه على البرامج وعلى الأولويات على أولويات الوطن في هذه المرحلة الدقيقة السؤال اللي سألتني جوابه النهاي أنه نحن نسعى جاهدين واجتماعات إن شاء الله ستبدأ من غدا اجتماعات مع هذه الكتل حتى نشكل اعتلاف قوي لعل وعسى أن نستطيع أن نشكل حكومة برلمانية أو جزء منها برلماني غالب برلماني وليس بالضرورة أن يكون رئيس الوزراء من داخل مجلس النواب ممكن أن نختار من أحد الأشخاص اللي خارج مجلس النواب وممكن أن يكون الوزراء نوابا لا مشكلة في ذلك لا أعتقد موضوع توزير النواب تجربة مرت في مجلس النواب وكانت برئاسة دولة عبد الكريم الكباريتي وأثبتت نجاعتها ورقابة النواب كانت ذاتية على أنفسهم وكانوا أثبتوا فعالي حسب ما أنا شرحوا لي أكثر من زميل كانوا قد شاركوا في هذه الحكومة البرلمانية أستاذ بسام رأيك في أول يوم من المشاورات النيابية مع رئيس الديوان الملكي كتلتين أكبر كتلتين في المجلس يتقوا رئيس الديوان الملكي أقول أن أخي محمد نحن في كتلة الوفاق لم نستشعر بعد وأتوقع أن يوم غدا أو بعد غدا سيتم التشاور مع دولة رئيس الديوان الملكي لكن دعني أوضح بعض النقاط بشكل سريع منذ أننا انطلقت وافتتح أعمال الدورة غير عادية للمجلس السابع عشر ومنذ أن استمعنا إلى خطاب العرش السامي كان هناك حراك وورشة عمل وخليط نحل مستمرة بالتشاور بين الكتل وبين النواب مشاورات لقاءات اجتماعات وأعتقد أنه تمخض عن هذا النقاش كله أربع سينياريوهات السينياريو الأول في توجه عند الكثير من الزملاء النواب أن تشكر الحكومة رئيسا وأعضاءا من المجلس نعم وأعتقد أن هذه الخطوة يعني سابقة لعوانها لأنه كما تعلم ويعلم جميع الزملاء والأخوان لا توجد في المجلس حتى هذه اللحظة أحزاب فاعلة تنطلق من برامج سياسية ولديها رؤية واضحة وحلول للأوضاع الاقتصادية والسياسية وما يترتب عنها من المشاكل الاجتماعي الموجود الآن في المجلس هو عبارة عن كتل ودعني أكون صادق معك الكثير من الكتل هشة وهلامية تربطها قواسم مشتركة من المصالح وليست على أساس برامج السيناريو الثاني كان عبارة عن هجين من الحكومة من المجلس ومن خارج المجلس بمعنى أن يكون رئيس الحكومة من خارج المجلس هذا الرئيس سيضطر إلى تعيين على الأقل سبع وزراء من داخل المجلس في خطوة استرضائية من أجل الحصول على الثقة لأن نحن لدينا أعتقد أبو خالد وأحمد لدينا سبع كتل ثمان كتل عندكم ثمان بالحالة سيضطر أعتقد سيضطر الرئيس إلى وضع ثمان وزراء في وزرات غير سيادية من أجل الحصول على الثقة تمام السيناريو الثالث الكثير من السادة الزملاء لديهم رغبة عن توضع الأمور كلها بيد جلالة الملك وهو صاحب القرار في اختيار الرئيس والرئيس له الحق فيما بعد أن يختار الحكومة السيناريو الأخير أن يكون أن يسمي مجلس النواب رئيس الحكومة حقيقة أنا شخصيا وتميل كتلتي إلى سيناريو خامس وليس هذا ليس أي أحد من هذه السيناريو الأربع طيب إيش الخامس؟ أن لا نسمي رئيس الحكومة وأعتقد أن تسمية رئيس الحكومة سيضع المجلس الذي يتوقع منه الشارع سقفاً عالياً من العطاء لأننا نعيش أزمة ثقة للأمانة نعيش أزمة ثقة بين الشارع وبين مؤسسات الدولة وعلى رأسي مجلس النواب وهذا ليس ذنب مجلس النواب هذا إحباط تراكمي نتيجة عمليات التزوير ونتيجة عمليات الفساد وإلى آخره ووقوف المجلس الضعيف أمام حلول عملية ومنطقية في الدورات السابقة تتشاورت مع كتلة المستقبل في هذا الموضوع؟ لا لم يكن هناك إعلان الاتحاد بين الكتل أو توافق الائتلاف بينها؟ كل كتلة الآن حتى الآن تعطي رأيها بشكل منفرد لكن هناك شبه اتفاق على أن يكون رئيس الحكومة ليس اسماً من المجلس وإنما مواصفات نحن بحاجة إلى رئيس حكومة كما تفضل الأخوان بمواصفات واحد، اثنين، ثلاث أن يحظى بتوافق ورضى من الشارع أن لا يكون له ملف سابق سلبي وخصوصاً في قضايا الفساد أن يكون لديه رؤية وبرنامج وإصلاحي، اقتصادي، سياسي، ثقافي، فكري، تربوي اجتماعي على كل الصعود نحن لن نسمي شخصية وبالتالي لن يتحمل مجلس النواب وزر إحباط أي حكومة في المستقبل من يتحملها طيب؟ إذا كان المطلوب من يتحملها إذا كانت المشاورات النيابية سيدي، نحن عندما نضع المواصفات بين يدي رئيس ديوال الملك ونقول له نحن بحاجة إلى رئيس حكومة بهذه المواصفات نحن نبرئ ذمتنا أمام الشعب وأمام الشارع وبالتالي إذا اختار إذا اختار جلالة الملك رئيس حكومة بالمواصفات التي نبتغي ونريد وبالتالي بالتأكيد سيحظى برضى الشارع ومجلس النواب وسيوفق ونتعاون معه جميعا لكن إذا كان هناك اسم لرئيس حكومة مبيت وهذا كله الرماد في العيون فمجلس النواب يبرئ ذمته من الآن بأننا لا نسمي شخصا معين طيب تبرئة الذمة أستاذ علي أنت في تناقض بين حديثك وحديث الأسابة السام خلوصا أن الكتلتين المفروض أنهم متصلتين مع بعضهم البعض وتتحدث عن ائتلاف يشكل أغلبية نيابية ويسمي رئيس الحكومة ووزرائها أستاذ علي قال سنة تشاور نعم أستذكر أسماء كتل بمعنى أنه يبدو أنه فيه اتفاق أو حديث مسبق يعني كتل فيها الأخوي بسام من الكتل الفاعلة حقيقة بجوز يعني أنا نحن لدينا مجموعة من نواب أنا من نفس الكتلة هاي نحن تركنا الأمر لهم وبجوز بدوا بحديث بجوز ما بدوا مع الأخ بسام مع احترامه له بهذا الموضوع اليوم بدأ هذا الحديث بعد ما احنا عرفنا شو نتائج كان اللقاء مع دولة رئيس الدوان الملكي مع كتلة وطن وكتلة التجمع الديمقراطي وهي فكرة تبلورت اليوم أظلني الصبح وحديث بيننا حديث كان اجتماعات اثنين اليوم بعد الظهر وبعد المغرب كان واحد الأمور ان شاء الله انه نستطيع انه نحقق هذا الاعتلاف القوي من باقي الكتل لان انا زي ما ذكرت لك نحن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب الشعب الأردني جزء من المملكة الأردنية الهاشمية وهو هذا شعب المملكة يعني مفروض السابق السادة علي بحتيت صلاحة انه مجلس النواب اذا مختار رئيس الوزراء وشكل الحكومة سيتحمل وزرا لا يمكن له ان يتحمله لماذا يرمى هذا العبع هذا يعني مجلس النواب مجلس انتخب الشعب الأردني يعني احنا مفروض نكون احنا يعني يد هذا القرار او الكرة اللي حط سيدنا في ملعب مجلس النواب وقال تفضلوا ان تختاروا رئيس الوزراء يعني كمان ما بصير نضل احنا يعني حط الكرة في ملعب الديوان الملكي واختيار جلالة الملك واختيار يعني احنا بدنا اتلاف قوي وشكل حكومة وتكون هناك حكومة ضل تحاسب هذا المجلس حتى لو كانت من النواب نواب كل ما رح يتوزروا رح يكون جزء منهم حكومة اخرى حكومة ضل من نفس الكتل وتحاسب اداء مجلس الوزراء على اداءه اذا كان اداءه مقصر او غير مقصر مستاذ ابو احمد اي الرئيسي اتتفق معاني اتطلبتوا مواصفات لكن هناك من يريد ان يسمي رئيسا ويسمي وزراء وان يتحمل مجلس النواب المرحلة القادمة المسئولية دعني اوضح لم يتنازل عن حقه الدستوري حسب المادة 35 جزء هو منح جزءا من هذه الصلاحية لمجلس النواب وهي خطوة متقدمة من جلالة الملك نحو الحكومة البرلمانية نعم النقطة الثانية نحن ايضا في التجمع الديمقراطي طلبنا من رئيس الديوان الملكي من دولة رئيس الديوان الملكي لقاء اخر جميل لغايات لغايات قلنا له بوضوح ان هناك توجها لدنا بعمل توافقات مع الكتل اخرى على البرنامج والمواصفات وان كان هناك اسماء لدى الكتل اخرى ولدينا اسماء لنتشاور بها ويكون هناك لقاء اخر لنضوج هذه العملية متى طلبتم اللقاء تقريبا تكون اسبوعة شرطية اللقاء اللقاء برنامج الزمني كما فهمت من دولة رئيس الديوان الملكي رح يبقى حتى يوم السبت مع الكتل الاخرى نعم ومن ثم سيكون لنا لقاء اخر معه لمزيد من التشاور بهذا الخصوص هذا واحد اثنين موضوعة رئيس وزراء من الخارج رئيس وزراء من داخل المجلس الموضوع انا لا اعتقد ان ثمانية ايام استاذ محمد هذا المجلس هذا المجلس له ثمانية ايام منعقد بالثمانية ايام انتخب رئيسا ومكتبا دائما وانتخب لجانا بالتوافق وعقد لقاءات متكررة وعديدة للكتل وشكل كتلا وحول مشاريع وحول مشاريع مشاريع حوالي اربعة طعش زائد سبعة واحد وعشرين مشروع طيب ويراد منه لا تتوقع لا يتوقع لا يتوقع لاخوة الاعلاميين او شاعبنا الاردني انه باسبوع عشر ايام وخمسطعش ممكن ان تخطو خطوة ناضجة في سبيل حكومة برلمانية دون ما اخذ وقتك بذلك ودعني اذكرك بانه دستوريا للحكومة الحالية منذ انعقاد هذا المجلس بعشر اثنين نعم معه حتى مساء 11 ثلاث صحيح مع هذه الحكومة لتقديم بيان لتقديم بيان ثقة صحيح للمجلس وبالتالي انا بعتقد انه لدينا الوقت الكافي للتشاور وانضاج العملية حتى لا يكون هناك اجندة خاصة وانا اعتقد اعضاء مجلس نوب ليس لديهم اجندة خاصة والممارسات التي قامت بها الكتل المختلفة في هذا المجلس خلال ثمانة ايام وخصوصا امس في التوافق على اللجان هي رسالة لأول مرة يعني على فكرة صحيح بالتذكير في تاريخ المجالس النيابية الاخيرة نتوافق على كل اللجان كل اللجان 14 اللجنة وبدون انانية وباثار عالي يعني مثلا انا رشحت عالي اللجنة المالية بناء طلب الاخوة الزملاء انسحبت وبالتالي بقيت بقية كما هو الوضع هذا انا بعتقد يكتب لي يكتب لاخوة النواب انه هم عندهم ايثار في سبيل انجاح العمل البرلمانية دعني ااتي لموضوع الحكومة البرلمانية طب تسمح لي نحكي في موضوع الحكومة البرلمانية لكن بعد الفاصل اتفضل طيب اذا فاصل قصير مشاهدين ثم نتابع مشاهدين اهلا بكم من جديد عدنا لحديثنا مع السادة هلا بنحكي الاسماء السيدي ما في خلال لكن قبل ذلك الحكومة البرلمانية السادة ابو احمد وهناك من يرى انه الكتل النيابية غير قادرة على التوافق على اسم وربما تكون اقرب لي التوافق على مواصفات تتفق مع ذلك ام تختلف كيف كل ذلك في اطار حكومة برلمانية يراد تشكيلها الان يعني هذا وذاك بالمرحل الاولى نحن نتحدث عن مواصفات مش بس رئيس الوزراء يعني مثلا الوزرات هلا احنا مثلا نتحدث عن وزارة المالية ألسنا في عنق الزجاجة في موضوعة الموازنة والدين العام والعجز في ميزان المدفوعات والعجز في ميزان التجاري وألسنا ايضا في أزمة في موضوع الركود والتنشيط الاقتصادي القطاعات الاقتصادية المختلفة وبالتالي ايضا بدنا وزير صناعة وتجارة بمواصفات أليس كذلك نحتاج إلى وزير أشغال عامة بمواصفات موضوعة الانتخابات البلدية القادمة ألا تريد وزير بلدية بمواصفات موضوعة التخطيط المشاريع المستقبلية واتجاه دول مجلس تعاون خليجي لتمويلك في مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية ألا يحتاج ذلك إلى وزير التخطيط بمواصفات وزارة الزراعة بما فيها من مشاكل كثيرة جدا ولم تحل الآن أليس ذلك يريد وزير زراعة وهكذا دوليك لا أريد أن يطالع عليك أنا أعتقد الحديث عن المواصفات التي تحكو فيها يعني فيه ناس يجعز أنا قلت هذا وذاك أنت تحتاج إلى مواصفات ومن ثم الأسماء تطرح عليك على موضوعة الكتل من يطرح عليك لدينا الرئيس المكلف ما هو مرحلتين كما تفضل جلالة الملك في خطابه السامي المرحلة الأولى هي رئيس الوزراء واضحة واضحة وإحنا تعددنا اليوم وتقدموا عن مواصفات وإنتوا حكيتوا فيها عن مواصفات هاي المواصفات التي ذكرتوها مواصفات رئيس الوزراء التي ذكرتوها قد تنطبق على ستة مليون أردنيوم كم من لقيها نزاهة وشفافية وضوحة وخطط وعصائص هذا الصور عملية أنا جايك بالحكي جايك بالحكي هلا إذا ترشح سواء من الديوان الملكي أو من مجلس النواب ترشحت أسماء لدينا رؤية في تجمع الديمقراطة بإصلاح أن نقابلهم أنا بقابل سين وصاد وعين وكاف ولام وميم ونون ووا ويا بنقابلهم من شو شو اللي عندهم إذا توافق معنا هاينا إحنا قلنا يا الله ما عندنا مشكلة ما توافقناش ما عندنا مشكلة إنه نقول نحن معارضون هذا بخصوص الرئيس الوزراء وبنفس السياق سنتعامل مع موضوعة الوزراء غلط إنه نتحدث بس نظرية إننا نتحدث نظرية بيجيك سين يرشح لك حقك ككتل نيابية إنك يتقابله تتحادث يجب أن يشبع الموضوع نقاشا والرأي والرأي لآخر طيب جميع الكتل هذا هي الطريقة الناجعة لاختيار رئيسا للوزراء ووزراء إنه أولا تحط موصفات وثانيا إذا رشحت أسماء بتقابلها ومن ترتأي به أنه يصلح لذلك تتوافق وهنا آجل الاتلافات تتوافق مع الكتل الأخرى على رئيس الوزراء ووزراء طيب أستاذ علي البعض يرى أنه أن توافق على اسم أن الكتل تتوافق على اسم أمر صعب جدا لكن ممكن أن تتفق على مواصفات وهو بخلاف ما تراه أنت يا سيد المواصفات كثيرة في هذه المرحلة القادمة المرحلة القادمة مرحلة الوطن تحتاج إلى يعني ثلاث أمور رئيسية مع احترامي لأخوي وخبرته نائب قبلي أخوي أبو أحمد إصلاح اقتصادي هذا أمر مهم جدا طيب بده يكون الرئيس يتمتع بهذا الأمر إصلاح سياسي مكافحة فساد وأن يكون صاحب قرار فإذا كان صاحب قرار يستطيع أن يعني أنه يتخذ قرار بالإصلاح السياسي حتى لو يعني يعني احتجنا أنه نعدي المادة بالدستور الإصلاح الاقتصادي أن يكون ملما بالشأن الاقتصادي أن يكون هذا الشخص ملما اقتصاديا وعنده خبرة نحن نعاني من عجز في الموازنة العجز اللي في الموازنة مشاكله كثيرة في الوطن كيف يحمل ملفين من وجهت نظرين معلش أنا وجهت نظرين هذا الشخص يمتاز كصاحب قرار مكافحة الفساد أن لا يكون عليه شفية فساد في يوم من الأيام حتى لو كان رئيس وزراء إصلاح اقتصادي ملمت بالشأن الاقتصادي يعني البطالة في الوطن عجز الموازنة والبطالة أهم مشكلتين في هذا الوطن نعم الإصلاح الاقتصادي بيأدي إلى حل هذه الإشكال وطننا الحمد لله هناك إنجازات عظيمة تمت لهذا الوطن أنا أستغرب كثير الحديث دائما يعني في المرحلة هذه من سنة تقريبا كل الحديث عن استلبيات في هذا الوطن هناك إنجازات عظيمة تمت في المملكة الأردنية العاشمية كثير من الولدان العربية بيحسدون على البنية التحتية الموجودة في المملكة المليارات التي ذهبت جزء كبير منها نحن لدينا فساد في الوطن لكن ليس بالحجم الذي يصور أن كل أمر في هذا الوطن وكل دائرة وكل مسؤول هو فاسد هناك أبناء وطن وهناك رؤساء وزرات خدموا بأمانة وشرف وإخلاص لهذا الوطن في أصعب الظروف المرحلة القادمة تحتاج إلى رئيس وزراء نختاره وهذا رئيس الوزراء يمتاز بالإصلاح الاقتصادي يمتاز بصاحب قرار سياسي يعني يكون ذا ملف لا يوجد فيه أي شبهة فساد حتى نقوم بمكافحة الفساد لأن هذا الفساد موجود في كل العالم مجلس يكون في الأردن هلأ الآن يعني إحنا هذا الأمر إن شاء الله رح نعالجه فأنا رأيي أنه إحنا نختار شخصية اقتصادية صاحبة قرار نعم وبهذه المرحلة جلالة الملك سيدنا نأخذ عنه في هذه المرحلة جزء من المسؤولية وهو طبعا رح يظل سيدنا هو رأس هذه السلطات كلها طيب أستاذ بسام وإحنا بنحكي للنزال حول الرئيس القادم وملفين أساسيين الملف الاقتصادي والملف السياسي والتوافق سيكون على اسم أم على مواصفات في كل حال من أحوال سواء اسم أو مواصفات الحديث عن ملف الاقتصادي واضح لنا مشكلة اقتصادية في الموازن ومع ذلك ترخي الوزني ذكر اليوم فيما قال له بعنوان اختيار الرئيس القادم أنه ما في رئيس معاه عصا سحرية يحل كل الأزمة الاقتصادية ومع ذلك الشارع مستعجل على حل الملف الاقتصادي بداية لأنه يأثر على كل أردن رأيك صحيح يعني أمر طبيعي لو أنا خيرت أي مواطن أردن خيرته أنه يسمي شخص معين أو يعطيك مواصفات بالتأكيد لو سميت أنا شخص بدون مواصفات شريمة الأفضل أنك أنت تعطي مواصفات معينة وتترك صاحب القرار يختار يا سيدي حتى على مستوى شرطي إذا كان ناقص سنتيمة بيكبروه شرطي مش شخص يقود بلد طيب هذا أمر طبيعي حتى لو أنت عندك شركة بدك موظف تحط بالجريدة أنا بديها معه باكالوريس بديها عنده خبرة كذا هذا أمر طبيعي ما ننزل علام في الجريدة رئيس سدران الأردن مثلا إيه ما ننزل علام في الجريدة لليس سدران الأردن هذا يا سيدي أحنا ما نتحمل مسؤوليته هذه مسؤوليتنا نحن نمثل الشارع الأردن ونمثل الشعب الأردني شكرا لجرالة الملك أنه أعطانا جزء من صراحياته شكرا نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية حتى نقرأ المشهد بطريقة أكثر وضوح عليك أن تقرأ المناخ الذي نعيشه قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع نحن نعيش أزمة ثقة ونعيش احتقان في الشارع طيب وهناك توقعات من الناس في سقف عالي من أداء المجلس في ظل هذه الظروف أعتقد أنه يعني تسجل عينا نقطة أنه نسمي شخص فلان ماذا لو أن هذا الشخص بعد أربع شهور ست شهور ثمان شهور فشل في إدارة الحكومة شو بدو زيل هذا يعني أننا نحن لأن هذه نحن فشل في إدارة الحكومة لنا في اختيار طيب رئيس المناسب لكن خليني أنا أقفز لخطوة ثانية أو نقطة ثانية أهم أنا ضد توزير النواب وضد اختيار رئيس حكومة من شاء أعطيك مادة للسؤال ضد اختيار ضد اختيار رئيس الحكومة من مجلس النواب برضو أنت بس اسمح لي معيش دقيقة اسمح لي برضو في هذا السياق يعني ثلاثتكم عم تتفقوا على أنه إحنا مدناش مثلا أو أنت ولو ساذب وأحمل متفقين على عدم اختيار اسم الرئيس عدم التنسيب باسم الرئيس صحيح وعدما يتم طرح اسم الرئيس نلتقي ونتحدث صحيح طبعا صحيح ذلك لا يرفيق من مسؤوليتكم أنتم من أنتم من اخترتم مواصفات وإذا لا شكرا قابلتم الشخص وكان ضمن مواصفاتكم تعود الكرة لمعبكم هل تم اختياره ضمن المواصفات التي وضعناها يعني أن تحملون المسؤولية مرة أخرى ترمون الكرة في ملعب الملك وفي ملعب الديوان الملكي لا لا معلش أكمل ملاحظة من أراد أن يحملنا المسؤولية وأن يضع الكرة في ملعبنا في هذه المرحلة نحن أمام الشارع الأردن نقول نحن لا نتحمل وزر فشل الحكومة القادمة إذا لم يتم اختيار رئيس الحكومة بناء على المواصفات التي يضعها النوة باختصار شديد أنتم يا سيدي أنتم ما بتحملوا فشل لديكم مسؤولية تشريع ورقابة لكن أيضا دقيقة اسمحوا لي دقيقة تفضلوا سيد أليو براحي حاجيك أبو أحمد يا سيدي أحترم أخوي أبو أحمد وما طرحهم نحن نختار نحن ممثل الشعب وصاحب القرار عليه أن يتخذ قرار فأما يصيب وأما يخطئ وإذا قصر أو هذا رئيس الوزراء اللي مختاره مجلس النواب جلالة الملك كان واضح سيفقد ثقة مجلس النواب أنتم من يكون صراحية طرح الثقة في الوزراء طبعا هذا إشي دستوريا موجود سنسحب هذه الثقة من رئيس هذا الوزراء ونأتي برئيس الوزراء ممكن لكن إحنا بدنا يعني زي ما بيقوله بنا نتوكل على الله ونختار قريب لهذه المواصفات اللي اللي مطلوبة والله أنا يعني أنا أنا لو ما مش حاب أطرح أسماء يعني هناك رجالات في الوطن وأنا مع أن يكون رئيس الوزراء سابق لأنه هذا البلد فيها تراكم أدخل يعني بدك يعني بدي أحشرك بديك تعشرني يعني بدي أقول لك مثلا عبدالكريم الكفاريتي شو ماله رجل قوي صاحب قرار كان رئيس الوزراء وكان خبيرا في إشراك النواب وأشراك 22 وزيرا حكومة برلمانية ويمتاز في علاقات حكومة نيابية نعم حكومة نيابية وكان من المجلس النواب ويمتاز في علاقات مع الغرب ومع الخليج واقتصادي وصاحب قرار عبدالروف الروابد دولة الرئيس اللي موجودة عبدالله نصور رجل صاحب قرار ويفهم مسالب ومسارك الدولة وكل حيثيات ورجل يعني معروف وقام بسياسة أنا أعتقد سياسة اقتصادية حصيفة اللي قام فيها وبجوز تكون مارة أرضت كثير من الناس من المواطنين كلام جميل طيب سيد أبو أحمد وعندك ثلث أسماء هلا كمان عشان ترد عليها أولا عندك دكتور عبدالله نصور وعندك كلمك بالصدر بتعلق على موضوع فاضل نتحمل وزر أو لا نتحمل وزر هلا أنا حكيت مناحل مواصفات طرح أسماء مقابلات اختيار الرئيس القادم طيب هلا هذا مش قرآن كريم صح أنت جيت وقبلناك في الكتلة قبلتك عدة كتل ووجدنا منك كلاما جميلا وبرنامجا إلى حد ما يتوافق معك يتوافق ما نريد هلا بالتنفيذ طلع أنه هذا الحكي مش صحيح أنا صاحب الولاي أنا صاحب الحق التشريعي بإني أنا بحجب عنه الثقة يقيله ما في مشكلة أنا شوف أنا بأعتقد أنه مش شايف أنا أزمة مش شايف أزمة في المطروح علينا أنا شايف أنه الموضوع بالعكس منحا منحاها جلالة الملك من صلاحيات الدستورية وهي خطوة متقدمة أنا بكر نفسي يعني علينا أن نلتقطها جيدا نلتقطها لمصلحة الدولة الأردنية لمصلحة لمصلحة نعم تخفيف التأزيم ما بين الحكومات المتعاقبة والشارع طيب هذا من الأهمية بمكان نحن خلال نستبق شوي صغير الأستاذ علي طرح ثلاث أسماء قال الدكتور عبداللنسور قال دولة عبدالكريم الكبيرينكي على سيد الشخصي عبداللث الرابد أنا بحكي لك أسماء طريحة معلش محمد هاي لا تتوافق مع الكتل هذا رأيك الشخصي هذا الكتل هي التي ستختار أنا لما جاوبتك جاوبتك على رأيك الشخصي رأيك الشخصي هل هناك اسم من هؤلاء الثلاث أسماء مقبولة داي أصحاب الدولة ذوات محترمين نعم ولكن نحن ليس لدينا أسماء بكل بساطة لا بس أنتو لكم تصريح أنتو لا بدكم رئيس وزراء سابق أو أحد الكتر النيابية لا وطن أ servant أحد الكتر النيابية كتر النيابية ماتت عدت ما بدنا رئيس وزراء سابق نحن نحتاج مموط European الشعب الأردني ليس حق التجارة ليج الرويس وزراء لا كان أصلا رئيس وزراء بس لقي أعدته أقول لك شغلة لا أحد خصوصيات للأردن أمهات الأردنيين نعم أمهات الأردنيين أنجبنا رؤساء وزراء سابقين تقدر على أن تكون رؤسا وزرع طيب دكتور أساب السام عندك مشكلة في دكتور عبدالنسور أو دكتور عبدالكريم الكابريتي أو عبدالروف الوابدي ثلاثة أسماء طرحها مثالا الأستاذ علي أنا عندي مشكلة مع أي رئيس حكومة قادم لا تنطبق عليه المواصفات التي نريد هذول الثلاث أسماء في عندك مشكلة معهم جوابي واضح نحن ضد أي شخص لا تنطبق عليه المواصفات رئيس الحكومة القادمة ضمن المواصفات ما عندهم بس تسمح لي أعقب لأنه أنا شاهد أن الأسئلة عقد الحجم أنا يطلع عليك الوح نعم أول مرة أنت تكثروا عن أكيد أول مرة أنت تكثروا عن أكيد أخويا أبو أحمد قبل شوية صحيح بأنه رأيي النواب ليس كلاما منزلا لكن هذا مصير بلد ونحن على مفترق طرق عمامنا الخيارين إما أن نحمل الأمان بمسؤولية ونخرج ببلدنا إلى بر الأمان وإلا فلنحزم أمتعتنا إذا سمحونا وإلى مخيم كمخيم الزعتر ما عندنا خيار ثالث لا سمح الله هذا مصير بلد وهذا مصير شعب نحن لسنا في منأة عما يجري حولنا شيئنا ما أبينا هذا موجود وكل الذين يطالبون بالإصلاح ليسوا خوا إطلاقا ويجب أن يكافأوا لا يجب أن يسجنوا يجب أن يكافأوا لأن الذي يتحمل ينزل للشارع ويتحمل المسؤولية ويطالب بالإصلاح ضمن ما يحدده القانون هذا شخص يطالب يضحي من أجل الآخرين أنا أقول مرة أخرى أنه خياراتنا محدودة إما أن نأخذ بلدنا إلى بر الأمان وهذا أمل الملك فينا وأمل الشعب فينا وبالتالي يجب أن يكون بداية الاختيار لرئيس الحكومة هو أول خطوة على هذا الطريق وإما لا سمح الله أن تجنح الباخرة ولا تحمد العواق طيب واضحة جدا رح أجل بعض الصعوبات في تشكيل الحكومة القادمة تحديدا الديمقرافيا وحكينا ممكن فيها في الفاصل السابق لكن بعد فاصل قصير للمشاهدين نابقوا معنا مشاهدين أهلا بكم من جديد بعض التعليقات عبر صفحة على فيسبوك عبر تويتر وعبر رسالة النصية عماد بيقول مطلوب رئيس وزراء أردني غير مستعمل يعمل الطاقة النووية للجدين فقط الاتصال بدورة دكتور فايز الطراوني وهي طلعت ممكن نوكات كثيرة أحمد يقول جيدة نوعا ما أبراهيم الله يستر وعبد الله أرى أن هناك فكرة رائعة وإن شاء الله تكون في مصلحة الوطن والمواطن سويا وحمى الله وطن الغالي عامر هل يوجد ثقة من الشعب بالمجلس من أصله عشان يصير في ثقة في اللجان بها يقول ما في أي عضو باللجان مؤهل للمساهم بتشكيل الحكومة شيء محزن لأن الأمور لا تبعث على التفاؤل هذا عمر هكذا يقول نادر عبر رسائل النصية يقول أول تنازل من كتة تجمع الديمقراطي وهنا حديث عنك أستاذ أبو أحمد عندما أرى أنه عدم ذهابهم إلى الديوان وذهبوا شو سير أرجو التوضيح لا فيه تصحيح رح أترك بجالة توضح علي خلف هل تم توزيع المهام على اللجان اعتصامات من جديد لقلة اهتمام النواب كمال يقول بتمنى نشوف وزارة شبابية ووجوه جديدة والتركيز يكون فيها على الكفاءات ضعوا الأردن في قلوبكم يا نواب علي خلف يقول رنادي المجالي عبر تويتر تقول طيب بعد المواصفات من هي الأسماء المرشحة هل ممكن أن يكون مع علي عبدالله نسور المطلوب اختيار أحد شرفاء الوطن الحرسين عليه وهم كثر محمد الطوافش أتمنى أن ينتج عنها ما هو في صالح المواطن وأبو صالح الشعب الأردني أوعى من أي مسرحيات وخطط لوجستية والعديد من التعليقات يعني أعذروني لا يسعنا الوقت لقراءة كافة التعليقات التي تردنا حقيقة أبو أحمد في توضيح بالنسبة لك وضح على موضوع التنازلات نحن لم نتنازل ولا اللي حصل أنه جرى توضيح إلنا بأنه جلالة إحنا كنا نظن أن الدعوة من رئيس الدوان الملكي طيب وتبين فيما بعد أن هناك دعوة من جلالة الملك للنواب لاستضافتهم في قصر بسمان العامر هلأ استضافة جلالة الملك غير لما يكون دعوة من رئيس الدوان الملكي تكليف منه لإستضافة النواب هذا واحد اثنين لم نذهب ككتلة أرسلنا وفدا ذهبنا كوفد من الكتلة لم تذهب الكتلة كله وهذا يعتبر راضح أنه ليس بتنازل لا تعتبر تنازل أبدا لكن أنتو حكيتوا في البداية أنه إذا في مشاورات فالمشاورات يجب أن تكون في مجلس الشعب مزبوط مزبوط بس لما يكون في تصريح من جلالة الملك أنه بيستضيفنا في بيت الأردنيين بدنا نقبل الاستضافة ما كنت شايفين التصريح قبل أن تحكوا لا التصريح كان إحنا كنا على خطاب جلالة الملك السامي الخطاب العرش في مجلس نواب أنه ما حدد المكان ومحادثة رئيس دول ملكي إلي بأنه هو يدعونا إلى قصر بسمان العامر نعم ولكن أحد أعضاء الكتلة في الحقيقة أحضر لنا في نفس الليلة عملنا اجتماع طارق وتبين أن هناك دعوة باليوم الذي يليه من جلالة الملك الاستضافة في قصر بسمان العامر لذلك قبلتم بالاستضافة لكن أنا عندي كمان سؤال عندما نريد أن نختار حكومة برلمانية كونك أنت أجبت على سؤال الأخ وأنا نسيت اسمه صراحة اللي سألك عن التنازل نادر برقان السؤال الآن الحكومة الأردنية القادمة نريد تشكيلها حكومة برلمانية ذات كفاءات طبعا هناك مسؤولية ديمقرافية دائما في تشكيل الحكومات كان عندنا حسبة كان عندنا حسبة معينة بنا عليها نشكل حكومة والله هل تسنتهي هذه الحسب اليوم عشان إحنا بدنا نشكل حكومة مثلا كفاءات شوف يعني أنا مش مع التقسيمات يعني إحنا كلنا شعب أردني واحد بس كل أجزاء ومكونات الشعب الأردني عندها كفاءات طيب يعني ما شايف أنا ولا مكون من مكونات الشعب الأردني من شتى المنابط والأصول نعم ما عنده كفاءات فإذا مزجت الديمغرافيا مع الكفاءات تجد الكفاءات الكثيرة أنت شايف ضرورة لهذا المزج لا ضرورة أنا أسلفت أني قلت أنه مش مع هذه الطريقة ولكن لا ضير في ذلك إن كانت الكفاءات موجودة في هذه الدمغرافيا أستاذ علي هيف بالفترة اللي مضت أما مستقبلا عندما يكون هناك أحزاب قوية ويكون هناك خليط وتداخل من كافة أبناء الشعب الأردني ضمن هذه الأحزاب الوطنية تمثيل الديمغرافي بدنا نحط عليه حجر لكن إذا كانت الحكومات تشكل أو ستشكل على النهج السابق فأنا مع التمثيل الديمغرافي العادل العادل الآن أحزاب ما فيه أحزاب قوية عندما تشكل وهذا المسعى اللي نحن نسعاله إن شاء الله وتحدث عنه جلالة الملك أن يكون هناك أحزاب قوية فعالة في أردن ستذوب الإقليمية والمناطقية ضمن هذه الأحزاب الحكومة القادمة حكومة الديمغرافية أم حكومة كفاءة سيأخذ بالاعتبار تأكيد الديمغرافية فيها لا بد وترى واجبا لا يمكن التنازل عنه نعم طيب سابساب أي سؤال منهم بك أجهوة والله يتنين بساعد ثلاث لماذا؟ أولا أنا ضد المحاصصة ديمغرافية جميل الأساس في الموضوع هو الكفاءة أخي العزيزي المحاصصة الديمغرافية أوصرتنا إلى نقطة سلبية جدا في التعامل أنا مع اختيار الكفاءة هذا الشق الأول سؤالك الثاني أشخ محمد أنا في ذات السؤال أنا سألت عن الموضوع فقط ديمغرافية في تشكيل الحكومة القادمة واضح تماما أنت تريد حكومة كفاءات بعيدة كليا عن المحاصصة لا علاقة للمحاصصة بدأ أشكيل حكومة قادمة لديك توضيح توضيح التوضيح اللي أبدأ أحكي أخي لأبو محمد أنه أنا لا أعتقد أنه في عشيرة أو في جهة في الوطن لا يوجد فيها كفاءة لا أعتقد ما صارت محاصصة كوي لا يعني إذا كانت صارت كفاءة إحنا رح نأخذ بالديمغرافية ونأخذ الكفاءة من نفس العشيرة يعني عشيرة مثلا زي عشيرة ماني صخر زي من الشمال من الجنوب من الوسط لما إحنا بنا نأخذ هذه المناطقية اللي إحنا اعتدنا عليها ومشى عليها هذا الوطن لحين تشكيل أحزاب يذوب في لكن الأستاذ بسامي البناصير واضح تماما يقول الكفاءة أولا الكفاءة ولا علاقة لأي أمر آخر في تشكيل أنا أعتقد أن الكفاءة موجودة ونسبة التعليم العالي والفهم أنت تريد الرب بين الكفاءة والديمغرافية الكفاءة والديمغرافية نعم طيب أستاذ أباح أنا بقول أنه الكفاءة أولا وأولا وأولا ولكن لا ضير من أن نكون هناك يعني مثلا من نفس المنطقة سبع وزراء ما في مشكلة إذا هم ما كانوا إيش كفاءات كفاءات بس لا يعني ما بتعطل أنه ما في مكونات الشعب الأردني كفاءات في كل مكوناته ما بتعطل ما بتعطل ما بدنا نوقف عندها كثيرا بس إذا كانت الديمغرافية معطلة والمحاصصة إذا ما تفضل أخي بس معطلة الكفاءة لا فالكفاءة أولا أولا وأولا طيب بس أخي محمد مع الأشفاءة صغيرة لأنني أنا ما أعطيت ملاحظة يعني أنا أمامي مثالين كدول لبنان والعراق تمام انظر إلى ما آلت إليه الأمور في العراق عندما استبدلت الكفاءة بالمحاصصة سواء كانت جغرافية طائفية أثنية أيدولوجية عقائدية انظر إلى لبنان في حالة شلل في نتيجة المحاصصة نحن بلد واحد ما يعانيه المواطن في الطفيلة أو في الكرك هو ما يعانيه المواطن في إربد أو الرمثة أو المفرق نعم همنا واحد ومشكلتنا واحدة تمام ونحن جميعنا أبناء بلد واحدة ونحن جميعنا عائلة واحدة لذلك أعتقد أنه ليس من المعين إطلاقا أن يكون هناك وزيرين أو ثلاثة من إربد إذا كان لديهم كفاءة هل ترى ذلك ممكن التطبيق الآن؟ أنا بحكي نظرية ممكن لكل نحكي أنا بقول لك لكن هل بنطبق هذا الكلام؟ أنا بقول لك صحيح أنا ما بنعيش باليوتوبية إحنا ولا بمدينة أفلاطون الفاضل إحنا نعيش في واقع صحيح لكن علينا أن نبدأ إذا كان رئيس الحكومة القادم بالمواصفات التي نريد أعتقد أنه يمكن أن نبدأ الديمقراطية مرت في بحور من الدم في أوروبا ما جت في يوم وليلة نعم وإحنا ما بدنا نقفز مرة واحدة إلى سقف الديمقراطية نبدأ واضح تماما واضح تماما طيب أم أبو أحمد بدقيقة أرجوك أن تعلق على موضوع توزير النواب رح أجيك أستاذ عليك توزير النواب توافق؟ لا توافق؟ إذا كنت توافق لماذا؟ وإذا كنت لا توافق لماذا؟ بدقيقة شوف توزير النواب بس عشان توزير النواب أنا مش موافق عليها طيب بس يعني إذا كان في سياق حكومة برلمانية هذه نيابية مش برلمانية كمان مرة من أكد حكومة برلمانية حكومة أحزاب حزب يحصل على أغلبية حكومة نيابية أحسن طيب إذا كان في سياق حكومة نيابية توافقت عليها جميع الكتل فلا بأس من ذلك لا بأس من ذلك لا تراه مشكلة أو عقبة في تفيل حكومة أمام الحكومة القادمة لا ليس عاقبة أستاذ علي توزير النواب هذا تم وهذا كان نهج كنا نتبعه من فترة انقطعنا عنه وصار النواب الوزراء من خارج النواب هذا أمر طبيعي وهي رقابة ذاتية النائب عندما يكون وزيرا يكون رقيبا على نفسه واللي انتخبوا هم يكونوا بحاسبه وهي تجربة سمعتها من زملاء اللي كانوا وزراء نواب انه كانت هناك رقابة فعالة وكانت تجربة ناجحة فما في مشكلة ومش شرط يكونوا كلهم من نواب وزراء يعني المجلس الوزراء كله لا لا انا ما بقول عن عدد النواب بقول انه يعني مجلس الوزراء ما يكون لو كان مثلا منه سبعين في المية خمسين في المية ويكون فيه منه برة يعني تنقراط يكون فيه منه خبراء لا مشكلة في ذلك لا مشكلة في ذلك نعم وتتجه نحوها اكثر من ان لا يكون هناك نواب وزراء تتفق معها اكثر سبع وزها رفضا قاطعا توزير النواب شوف يا سيدي احنا لم ننضج بعد الى مرحلة انه فيه احزاب فاعلة يؤخذ انا بحكي على الحالة الديمقراطية بالمرحلة الحالية انا مع فصل السلطات فصلا واضحا مع تعاون السلطات وهذا امر طبيعي لكن يكون هناك حدود واضحة تتخيل عندما يجمع مجلس النواب السلطتين التشريعية وتنفيذية هذا تغول اعتقد اننا في هذه المرحلة سنفشل انت قلق من الفشل وقلق من اي شيء على ان نكون حذرين انا قلتك مع اننا الى خيارين نعم ذلك يجب ان نكون حذرين حذرين جدا ما في منطقة رمادية بالنص نعم طيب انا يعني انتهى وقت البرنامج اشكركم كل الشكر ضيوف الكرام شنعور ثار مدهي لا انت بدك الدخل ما فيش اوفر تاين اشكركم كل الشكر ضيوف الكرام شرفتموني مشاهدين الى هنا ووصل لنهاية حلقة الليلة اعتذر من كل التعليقات حقيقة اللي وردتنا ولم اصطع قرائتها لقاؤكم يتجدد بنا غدا في نفس الموعد اجمل تحية تصبحون على الف خير شكرا جزيلا لكم شرفتم شكرا